السلام عليكم حبايبي اليوم راح اقدم لكم طريقة عمل ملقة الاسبينغ او السبزي هذا الاسبينغان اللي استعملته هنا اضفت قليلة من الزيت النباتي سخن تزين وضفت هذا الاسبينغ وطبعا اللي بالعراق عندهم اخضر يقدرون يثرمون بس انا استعملت هذا جامد لان ما متوفر عندنا كثير الفرش والطعمه كلش طيب هنا اخليته وغطيته الى ان يذوب شوية ورح ابقى احمسه مدة شوية طويلة يعني تقريبا عشر دقايق الى ان ينشف ويروح من المي وصير ريحتا بين الطيبة واشيلة وهاي الطريقة ممكن تستعملوها مباشرة تحمسوه اللحم من تحمسون اللحم تحمسون الاسبينغ بس انا بجدر الضغط هذا راح اسوي يعني ما راح استعمل الضغط بس بهذا جدر الكهربائي راح استعمل فلهذا حمسته بالطاوة على جهة هنا عندي اللحم سالكته ورح احمسه قليل من الزيت النباتي وقلبته وشوية اكبار صار هذا اللحم ما قدرته قصى لانه القصاب ما قصى النزين فخليته هي شي حاولت قطع منه بس ما قدرت وضفت هنا من بعد ما حمسته وضفت له شوية ملح ضفت واحد حبة بصل مثروم ناعم وممكن تستعملوا البصل الأخضر يكون أطيب ها راح حمسه بعد شوية حركة بهالصورة إلى أن يذبل شوية البصل رشة ملح للحم بهالصورة ورشة بهار مشكل إذا عدكم أنا ما عندي هواية فضفت قليل ما بين عدي ما بين هنا بالكاميرا هنا ضفت له رشة كركم وضفت هنا رشة ليمون بصرة مطحون نوم بصرة يعني قليل لانه أنا راح أخلي حبات نوم بصرة بعد يعني بالإضافة إلى هاي الرشة هنا شوفوا أنا بخليتها على خاصية القليل بس جاي أحمسه وهنا رشة فلفل أسود وأنا منقعة آلة وقتوا طبعا بالعراق عدكم فريش اللي هي الحلبة وكزبرة وشبينت وكرفويس وبصل يمكن أعتقدوا هيها بصل أخضر عدكم بالعراق منقعتها أنا على جهة لأن أنا مشتريتها يابس وهنا ضفت اثنين ملعقة أكل معجونة طماطم وحسب الرغبة ممكن الضيفون أو ما ضيفون هنا حمستها شوية ريحة طيبة مالة المعجونة تبين وراح أضيف له واحد حبة طماطم مثرومة ناعم أو مبروشة حسب رغبتكم هاي طريقتي وطبعا أكثركم عدكم غير طرق يعني وكل واحد وذوقي يعني تقدرون يسون على طرقكم بس أنا دا أشوفكم طريقتي هنا مثل ما دا شوفون بقيت شوية أقلبة حتى يتحمس وصير ريحة طيبة اللحم وهاي المواد اللي اضفتها راح أصفي الآلة اللي منقعتها لأن هي يابسة مثل ما قلت لكم فاني أصفيها من المي راح أضيفها وأحمسها ويا هاي المواد المواد حمس جيد ناضفت الآلة اللي منقعتها ومصفيتها راح أحمسها حمس جيد هاي المواد هنا جددت الخاصة يمالة القلي وحمستها حمس جيد وتبين الريحة عدكم طيبة هالصورة وأني سلقت حمص مجروش على جهة دائما أحب سلقي على جهة حتى يستوي بسرعة يعني ما يتعبني فسلقتها على جهة هسا بعدين أضيفها وهنا أضفت السبيناغ اللي حمسناه بالطاوة مثل ما قلت لكم تقدرون تحمسوها اللحم بالبداية هوا والآلة ضيفون الآلة وبعدين السبيناغ وتحمسوها سويا اللي تضيفون المعجون والطماطع عادي هنا أضفت ثلاثة حبة نوم وبصرة هنا تقريبا كوب حمص مجروش أنا سلقت كمية شبيرة شوية بس أخذت منها تقريبا كوب تقدرون تضيفوا اللوبية حمرة بدل الحمص هاي حسب الرغبة وضفت مي حار وسديت الجدر ورح أتركه إلى أن يستوي تقريبا عشرين دقيقة لأن المواد تقريبا كلها مستوية هنا من بعد ما استوها وكمل حضرت قليل من المي بالكاسة وضفت له هاي النوم وبصرة أعصرهن بهالصورة أضغط عليها حتى أطلع منهن المي والحموضة مالتهم وأضيفه أرجعه للجدر للمرقة أصير طعامها كلش طيبة بهالصورة مرتين ثلاثة أعصره يعني نظفت قليل من الكزبرة الخضرة بالأخير أيضا تطيها طعم طيب إذا عدكم خضرة يعني ويا الآلة شيلوا شوية من الكزبرة على جهة ضيفوها بالأخير تطي طعامه كلش طيب وهنا قبقته ورح أتركه على خاصية التسخين بس إلا أن أقدمه شوية خاني يصيرها أطيب بعد قدمت إلى جانب التمن وهذا شكل النهائي جربوا إن شاء الله يعجبكم ألف عافية